لمزيد من المعلومات ينضم إلينا من بروكسل مراسل غد سلام كيالي سلام ما هو موقف حلف النيتو تجاه الفعل الروسي بوقف مكتب حلف النيتو في بوسكو وكذلك قطع الاتصالات نعم للآن ليس هناك موقف واضح لحلف النيتو تجاه الخطوة الروسية الأخيرة من المتوقع أن يكون هناك رد فعل على غرار ما قامت به روسيا بعد 11 يوما النيتو طرد ثماني دبلوماسيين روسيين موجودين في البعثة الروسية في النيتو في السابع من أكتوبر في السابع من هذا الشهر الخطوة الروسية جاءت في الثامن عشر اليوم أي بعد 11 يوما هكذا خطوات عادة حتى السابقة التي جرت بين دول الاتحاد الأوروبي أو دول في النيتو وروسيا كانت تستغرق عدة أيام يتم دراسة الرد الدبلوماسي أو الخطوة المقبلة بعناية أيضا قبل قليل في المؤتمر الصحفي جوزي بورين لم يتطرق لما حصل هو الممثل الشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي هو بمثابة وزير دفاع بالنسبة لحلف النيتو لم يتطرق إلى رد فعل أو أي خطوة قد تكون خلال الأيام المقبلة هناك بطبيعة الحال موقف سيكون للنيتو ولكن هذا الموقف يجب دراسته خاصة وأن النيتو أمين عام حلف النيتو في اليوم الذي أعلن فيه طرد الدبلوماسيين الروس كان قد قال بأننا نسعى لإيجاد حوار مع روسيا وبالتالي كان هناك محاولات من النيتو بأن يتم التواصل بشكل أكبر أعلى من هذه البعثة الدبلوماسية مع روسيا لإيجاد حلول لأزمات كثيرة على سبيل المثال جبه جزيرة القرن لوضع في جورجيا وملفات أخرى ولكن يبدو أن روسيا ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أيام كان قد قال بأنني على استعداد للحوار مع النيتو ولكن الولايات المتحدة على سبيل المثال تقوم أو تجري مناورات عسكرية على بعد ألاف الكيلومترات من حدودها بينما نحن نجري مناورات عسكرية ضمن حدودنا ولكن يبدو أن هذه الخطوة جاءت في اليوم الذي يزور فيه وزير الدفاع الأمريكي مناطق تعتبرها روسيا قريبة لها وبالتالي فهي تهديد ربما تتماشى هذه الخطوة أو تتزامن هذه الخطوة مع هذه زيارة بنفس الوقت هي أرد فعل على ما قامت به بروكسيل أو النيتو في السابع من هذا الشهر قد نشهد تصريحات ليانس توتر بعد غد خاصة وأنه سيدلي كلمة مخطط مبرمجة منذ وقت سابق باعتبار أن هناك في الحادي والعشرين والثاني والعشرين أي يومي الخميس والجمع هناك اجتماع لوزراء دفاع حلف النيتو هنا في بروكسيل شكرا جزيلا لك سلام كيالي مرسل الغد من بروكسيل على هذه المعلومات شكرا جزيلا لك